طبعا قلنا قبل كده لو عندنا اي رقم او نص بداخل خلية وجينا ضغطنا على الفيل هندل المربع الصغير اللي اسفل الخلية على اليمين وعملنا عملية السحب هنلاحظ انه بيعمل copy paste او نص خلص للرقم او النص ده طيب ايه اللي يحصل لو اللي مكتوب مسمى خلية او function في المثال اللي قدامنا لو حبينا نحسب التوتل هنضغط في اول خانة تحت التوتل وهنبدأ نكتب يساوي ونكتب b2 ونحط علامة الضرب ونكتب او نختار c2 هنضغط enter هنلاحظ انه هيديني التوتل لو حبينا ننفذ نفس الكلام على الخلايا الباقية هنعمل نفس الكلام بس ممكن يكون عندي جدول في بينات كتيرة وده هياخد وقته مجهود طيب هنعمل ايه هنلاحظ لو جينا على اول خلية عملنا فيها التوتل وعملنا copy نسخ وجينا على الخلية اللي بعدها وعملنا paste لصق هنلاحظ ان الرقم تغير فهو هنا ما عملش نسخ لصق الرقم لا هو هنا عمل تسلسل لمسميات الخلية بمعنى انه غير البيتو لبي 3 وغير السي تو لسي 3 وبما اننا قلنا اننا لو سحبنا الاسفل هيعمل نسخ ولصق فبالتالي لو سحبنا الاسفل هنلاحظ انه هيعمل برضو التسلسل وهيعمل الجمع على جميع القيم الموجودة عندي طبعا ممكن ننفذ الكلام ده بكل سهولة برضو من خلال الضغط double click على المربع الصغير اسفل اول خلية هنلاحظ انه هيكمل العملية الحسابية الاخر قيمة عندي في الجدول وبرضو ممكن نعمل الكلام ده من خلال اختيار فيل دون من الجروب اديتينج وعشان نحسب الجراند توتل للكل زي ما قلنا قبل كده هنضغط على auto sum وبعد كده نضغط enter من الكيبورد هنلاحظ انه بيتم احتساب الجراند توتل ملحوظة لو جينا هنا في الخلية b1 وكتبنا equal a1 وسحبنا لأسفل هنلاحظ انه بيغير رقم الصف فقط لكن اسم العمود ثابت عندي وده لاني بتحرك لأسفل فهنا اسم العمود هيكون ثابت ورقم الصف هو اللي هيتغير فقط والعكس صحيح لو تحركنا بشكل افقي يعني في المثال ده لو سحبنا الخلية بالشكل افقي هنلاحظ عندي ان رقم الصف هو اللي هيتبقى ثابت لكن اسم العمود هيتغير اللي عنده سؤال يسيب كومنت وما تنسوش تعملوا like share subscribe اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة